في رحلة صناعة المستقبل السياسي للعراق جولة جديدة من جوالات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهذه المرة إلى بروكسل تجد الحكومة على أبواب العاصمة البلجيكية عبارات الثناء التي أشاد بها البرلمان الأوروبي وسياستها المتوازنة معيداً عن التكتل والتخندق وهذا رأيه متوفر لدى أكثر من وجهة سياسية عربية ودولية الكاظمي لم يذهب إلى بروكسل لسماع هذا التقييم في أداء الحكومة لكنه حمل أهم ملف يخص الشارع العراقي أمام نظيره البلجيكي والسياسيين الأوروبيين التركيز على مراقبة الانتخابات المقبلة وهو التحضير المتسارع نحو إجراء عملية ديمقراطية تضمن لزاهتها المرجوة من أطراف الشارع العراقي في الجانب الضروري الذي يعيش العراق أصعبه اليوم ملفات اقتصادية شائكة تعيق تقدمه وتأخير آفاق الاستثمار فيه نتيجة ما يجري على أرض العراق من فوضى وخلايا إرهاب وعمليات فساد تؤثر سلبا على أمن العراق الاقتصادي لذا كانت ورقة تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي حاضرة بقوة في اللقاء الرسمي الذي جمع العراق وبلجيكا في التكتيك الأمني للحفاظ على نتائج مواجهة العراقي لخلايا الإرهاب يركز كاظمية اليوم وفريقه الحكومي على ملف دعم قوات حلف النيتو وتسليح القوات العراقية نتائج اجتماع بروكسل تحدد وجهة الكاظمية التالية والتي ستشمل زيارة دول أوروبية وهي في المحصلة زيارة واسعة يأمل منها الشارع العراقي أن تعزز تفعيلا للطموحات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد مثلث الحياة الآمنة التي ينظر إليها المواطن منذ زمن ترجمة نانسي قنقر